تصريح سيد رئيس الجمهورية الخاص يعني اللي هو تصريح شجاع وقوي وأول رئيس دولة يعني كانت عنده الشجاعة أنه يعني في ديبلوماسية رسمية أنه يشترح هذا التصريح وهو أنه يعني قام يعني بطلب من كل المنظمات الدولية الحقوقية والمنظمات يعني القانونية أنها تتوجه إلى محكمة لاهاي من أجل نفع الشكوى الرسمية في محفظ تجريم الكيان الصوفيوني على كل الجرائم المرتكبة على يعني على أراضي فلسطين على الشعب الفلسطيني الأبي المعزول ولهذا على المدنيين ولهذا يشوفوا بأنه إن شاء الله يعني كل المنظمات يعني رح يستجبط للطالب ورح يتحرك في هذا الغيطار وإن شاء الله يعني نتمنى النصر لفلسطين للمجد والفلود يشهدئين الأبرار وشكرا لكم